خل الولاد يعملوا عمل ما معين بشكل تعاوني جماعي وكان في هذا العمل نوع من الإنفاق المادي التطوعي من قبل الأبناء وأولياء الأمور ما فيش مدير هيفرد وهيفتح باب المدرسة في فترة بعد الظهر عشان تمارس فيه الأنشطة اللا صفية إلا إذا كان لديه من الجرأة والحكمة ومش لقي قوانين وراه بتغله وبتقيده ويقعد مرعوب وخايف قلب البيت لم أسمع هذه الكلمات إلا من ناس بتقول أنا مليش دعوة أنا مدير مدرسة فضلي تلات أربع سنين وأطلع معاش خليهم يعدوا أنا مش عايز مشاكل وفي بعض المديرين وفي نسبة كبيرة جدا منهم بتجدوا لديه القدرة على أن يتخذ قرار لديه القدرة على أن يضبط المدرسة بتاعته لديه القدرة على أن يضع مساق أخلاقي بينه وبين المدرسين بينه وبين الجهاز الإداري وعلى فكرة عايز أقول لكم حاجة مهمة قوي معظم مشاكلنا في المؤسسات التعليمية تيجي إذا كانت الإدارة إدارة غير إنسانية غير أخلاقية نمرة أثنين نمرة ثلاثة تتلاعب بالموازنات التي هي ضمن صميم عملها نمرة أربعة وده أمر خطير جدا هو المحاباه وتمييز ناس على حساب ناس هذا الأمر يخلق نوع من العنصرية داخل المدارس ويخلي الناس زهآنة والهاش نفس اشتغل جوا المدرسة أظن كتير منكم يوافقني على هذه النقاط هناك بعض النقاط الأخرى التي ربما تدعم سلبية الإدارة في التعامل مع التلاميذ داخل المؤسسة التعليمية إنه مش لاقي حد يضربه لا يوجد هناك منظومة لتدريب المدرين وبالتالي أول آليات التفاعل معنا في حلقة اليوم هذا الاتصال الذي نستقبله ونحن نتحدث عن السلبيات التي ربما يواجهها بعض المدرين في المدارس السلام عليكم مدام سلوى من مصر السلام عليكم عليكم السلام من فضلك أنه كنت بس عايزة أقول لحضرتك مهمة جدا فضلا دلوقتي بالنسبة للمدرس الحكومية أنا أولادي أثنين في مدرسة حكومية بالقاهرة الجديدة فدلوقتي فدلوقتي يعني ما فيش مدرس مدرس ما بيدخلش يقول حاجة خالص مدرس مدرس أو أسأل البنت مثلا خطي إنه عرضها هما في سنة إيه؟ في سنة إيه مدام سلوى؟ وإبني في قول عدادي وبنتي في ثالثة ابتدائي أولا إعدادي؟ أولا إعدادي وثالثة ابتدائي من غير ما نسمي المدارس هما مدرس تجربية مش كده؟ لا مش تجربية دول حكومة آه لا مش تجربية هما حكومة عادي طيب يا ريت بس نوطي صوت التلفزيون سنة عشان أسمعك كويس ونتجاوى وطي سنة يعني بحيث إنه تردد مني يعني لدرجة إن بعض أقول لهم خدتوا إيه النهاردة آه آه حضرتك معي؟ معاك يا أطفال أقول لهم خدتوا إيه النهاردة يقول لي لأ ما خدناش حاجة المدرسين بيعتبروا نفسهم إنهم موظفين في المدرسة أيوا فيريد حضرتك تنشدوا مني يريد تقول لهم كلمة إنه يتقول لها يتقول لها سربنا نعم إنه حرام إن أنا بنتي بوديها مدرسة عشان تتعلم بصحيها منهم ليه عشان تفحى تتعلم آه تفوجأ آخر النهار تقول لي لعبنا مدرس الإنجليزي ولا تديها أي حاجة خالص العربي تقولك ما يقولوش حاجة خالص ليه نعم ليه نعمل إيه طيب آه أنا أشكرك جدا على رسالتك دي أنا ما أقدرش إن أنا أدخلها لغات عشان أنا مش أقدر أكمل معا في اللغات نعم نعم طب إيه حاجة ولا ابني بياخد حاجة في المدرسة خالص طبعا ده بيأثر على مستوى ده بيأثر على معنوياته بيأثر على الجو النفسي داخل الأسرة آه وبيخليك متضايقة وبيخلي ألاف وملايين الناس بيتضايقوا وهم على ذكرة يحدث نعم وهم شاطرين يعني هم الأول كانوا في مدرسة خاصة نعم ومتفوقين أنا معي ابني جاءت تسعة وتسعين ونص ما شاء الله في ساكت ابتدائي ربنا يبارك في عبال الجميع وإذن في معصد رسين يدوبك في تانية ابتدائي آه فبقول حرام يعني هم كويسين ومتفوقين وبرغم أنه يعني أقول له امتحنت ايه اللي امتحنت بيقول له ايه اقطع ورقة منك كراسة آه يسؤالين آه سؤالين هو ده اللي امتحنت لا طبعا ليه آه ليه ليه ما يبقاش فيه ركابة على المدرسين وما يبقاش فيه ركابة على المدارسين اشتركوا في القناة